بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله متتبعي الكرام مرحبا بكم مرحبا بكل الناس اللي كينضموا القناة ديالي يوم على يوم كن نحس انكم فعلا وضعين في اتقا ديالكم كنتمنى نكون عند حسن هاد الظن اللي انتو موضعتو فيا اليوم كيف ما كتشوفوا معي يجبت ليكم حلوة سهلة مهلة او غريبة او كعك او كل واحد كيفاش كيبغي يسميه فالوصفة ديالنا ديال اليوم بلا بيض كتجي ناجحة غادين عطيكم الباديل ديال البيض وغادين تشوفوا الوصفة كمية كبيرة كتر من 150 حبا ممكن انكم تحضروها للمناسبات ديالكم ومؤلاء الاعياد وكذلك ممكن انكم تحضروها للفطور ديالكم والوليدات ديالكم الناس اللي كيبغوا دائما ياخدوا شي حاجه حلوة مع القيوة او مع عاكتين فهاد الوصفة هدي تكون لائقة لكم وحتى بنسبة الناس اللي عندهم حسسين قبل أن نزول المقادير والوصفة ، أتمنى أن تشاهدونها مع أهل والأصدقاء لكي تعمل الفائدة والأسرة اشتركوا في القناة سوف نحتاج زبدة من أصل حيواني ونضيف الزبدة من أصل حيواني نضيف الزبدة من أصل حيواني يكون النوع الرقيق ونغلق إذا كانت لديكم سنيدة أو سكر خشين غليط بكثير فممكن أن ترحيوه أو تطحنه لكي تسهل عليكم العملية تدويب الزبدة مع السكر سوف نحتاج كؤوس أو ما يعديل ٢٠٠ جرام من السكر نستعمل غير رؤوس الأصابيح ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ثم نقطع فيديو ونضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة من السكر سوف نضيف الزبدة من السكر الحصاني كس من الزبدة سوف نضيف الزبدة من هذه الجرس نضيف الزبدة من السكر كما لا ن Buds نضيف رؤوس الأصابع نضيف الناشا نضيف الناشا نضيف كأس غير مملوء من الزيت النباتية نضيف كأس غير مملوء من الزيت النباتية نضيف كأس غير مملوء من الزيت نضيف كأس غير مملوء من الزيت نضيف كأس من الكراميل اضافت كأس الكراميل تقريباً 80 جرام نضيف شوكولات تقريباً 1.5 كأس نضيف كيسين من سكر الفاني أو ممكن نضيف ملعقتين من بوضغ الفاني نضيف ملعقة كبيرة من شوكولات اضافت ملعقتين اضافت ملعقة 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 مملوئة دخول السكر نضيف 1.8 كؤوس الدقيق نضيف ملعقتين من كيسين من خاميرات الحلويات نضيف دقيق غير بالمعلقة نضيف ملعقتين من دفوعات نضيف ملعقتين من العجين نضيف ملعقتين من العجين والتناتهي لدينا الجيد لنشكلكل ملعقتين تناوله الفرن وتحميل الضعات ترى كويرة صغيرة حجم layer نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونشعل الفرن من الفوق ونطيب الطياب الغريبة نشعل الطياب الغريبة نساقط ان تجد محلولا الى الديوهج نزل للمرحلة الديوهج نشعل الفرن ، قام بتجربة حرارة 150 و محمر و تجعب المحمر و تشققه و تشققه و تشققه و تشققه و تفيد بعد ان نطلب سلصه و تكون قناش سنجعل الغريبة تتبرت تماما و تحضر و تحضر القناش محمر و تحضر القناش و تحضر القناش و تحضر القناش و هنا هنا جلي الفخريز و لكن لا يوجد الحبيبات لا يوجد فخريز يمكنك التعوض بالمشميش الخاص بالحلويات نضيف تقريبا 1-600 جرام المربا و نضيف عليه كأس مملوء من ماء الظهر يمكنك التعوض بالماء العادي و نضيف ماء الظهر و نضيف تقريبا 1 معلقة أو بالنسبة لكاكاو نضيف مكونات كاملة و هي باردة و نضيف تقريبا 2-800 جرام حتى يصل إلى درجة الغلايين و نضيف ماء الضهر و نضيف تقريبا 1 نصلي سوف يكون غير دافئ سوف نجعله حتى يصل إلى درجة الغلايا على نار مهيلة و نجعله لكي نخدمه و دائما مع التحريك لا يقف من التحريك لكي لا يسق بعد موجود للغناج حضرته على جنب و هنا يجبت هذا القفخة أو الباسطة وبشرطها أي نوع من الباسطة سوف تبشره هنا لدي شوكولة سوداء مبشورة و كذلك كمية من الكوك تقريبا كأس و نصف من كل حاجة لكي يمكنك كفين الكمية كاملة سوف نجيب واحد الإناء كبير و سوف نخلطهم كاملين مع بعدياتهم كما سوف ترى معي في الفيديو سوف نخلطه الغريبة ممكن تضعوا مكسرة في عطل الباسطة أنا أريد أن نطيحها عليكم سهلة و أريد أن أعطيكم شيء سهل و بسيط و غير مكلف ممكن تضيفوا عليه حتى مع القدية البودرة كاكاو ولكن أنا ديجة الباسطة لدي فيها الشوكولة بعدما بردت لي حلوة تماما و القاناج سوف نضع كمية في الخليط و نجعلها تشرب تقريبا مدة خمسة دقائق و نضع في المبشور و نجعله و نضع كمية و نقوم بإزداد و نقوم باستخدام و نقوم بإزداد و نضع كمية طريقة سهلة وعملية ويعطي كمية لا بأس بها نضيفها في الخليط الكوكو والشوكولات والمبشور نضيف المكسارات نضيف المكسارات نضيف المكسارات نضيف المكسارات كيف يجعون نضيف المكسارات لأنها تحبت كوكو ويجب أن يتعبون الكوكو لأنها تتعبون الكوكو ويجب أن يتعبون الكوكو لأنها تحبون الكوكو لقد نالت الريضة لحظوا معي لدي طبق آخر عامر تبارك الله شوفوا المنيضر غزالة كمية كثيرة 150 حباء وبيض حساسية من البيض نتمنى إن شاء الله هذه الوصفة تكون نالت الريضة وتكون الوصفة نالت الستحسان الجامع لا أبقى إلا نقول لكم في رعاية الله أحبائي لا تنسوا لايك الفيديو وكذلك التعليق وكذلك لا تنسوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء لأن الأسرة تكبر بكم وفيديوهات لتطلع المشاهدات بوجودكم وعراءكم لا تنسوا الناس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتنسوا الاشتراك لتنسوا الاشتراك لكم شكرا على الدعم لكم وكذلك 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة